السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخذنا من نقد نقد الشعر ونقد الأدع ونقد النثر دخلنا في نقد النثر إلى أنواع النثر ثم أخذنا القصة تحديدا وبدأنا في مقاييس نقد القصة وأخذنا منها عدة أنواع معلومة لديكم تجدونها وهي الفكرة والأحداث والشخصيات والحبكة والمكان والزمان والحوار هذه كلها أشياء أخذناها في نقد القصة الحقيقة بعد أن أخذنا هذا الكم الكثير أو نقول الكم الذي اكتسبناه بإذن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون هناك نموذج بعدي كما أخذنا نموذج قبلي أخذنا منكم المعارف السابقة حتى نطبق على هذا النموذج البعدي ما أخذناه ونتأكد من إتقاننا لهذه المقاييس سنقرأ قصة هاليوم وتكون إن شاء الله نهاية هذا المنهج بإذن الله سبحانه وتعالى قصة ونقوم بنقدها سريعا ويكون على عاتقك يوها الطالب مسألة التحديد أو التشديد أو التدقيق في مسألة نقد هذه القصة لأنها لعب على الطالب وهو المحور العملية التعليمية طبعا القصة اليوم اسمها ينائم وحد الله بقلم السيدة ألفة إدلبي وواضحا من اسمها أنها السيدة هذه كانت من إدلب مدينة طبعا معروفة في سوريا وكانت تقول في بداية قصتها كان هو من صميم الشرق العربي ومن أقدم مدن العالم كان من دمشق الخالدة وكانت هي من العالم الجديد من بلاد ناطحات السحاب والإنسان والآلة توقع أنها كانت من بلاد الغرب طبعا من بداية الحديث ما أمريكا أو أوروبا أو غيرها من الدول هو الإنسان والآلة وحينما تزوج واضح أن هناك زواج من عراق مختلفة من ثقافات مختلفة كان يحمل كل منهما في أعماقه أمنية تعاكس الأمنية الأخرى كانت هي ترغب في أن تهجر بلادها إلى الشرق إلى بلاد الأنبياء ومحبط الوحي وكان هو قد بهرته مدنية بلادها يؤثر أن يظل فيها وقد استطاع بعد جهد أن يقنعها برأيه حين أكد لها أن ما يتيسر له من الكسب في بلدها لن يتيسر له في بلده فأذعنت له مرغمة وراحت تكتفي من أمنيتها بأن تطلب منه من حين لآخر أن يحدثها عن بلاده عن آثارها القديمة وتقاليدها العريقة عن حاراتها الضيقة وبيوتها ذات الطراز الخاص وكان أكثر ما يستهويها من أحاديثه هذه هو حديثه عن شهر رمضان وعن مراسمه في البيوت الشامية القديمة وكان كلما رآها مأخوذة بحديثه يسهب لها في وصف شعائر هذا الشهر الفضيل كي يرضي أو يرضي فضولها فيقول لها فيما يقول نحن يا عزيزتي نتهيأ لمقدمه قبل حلوله بأسابيع فكان أبي يرسل المؤن إلى بيتنا ببحبوحة ويخص ببعضها المعوزين من جيرانه وأقربائه فرمضان قد في عرفنا هو شهر الكرم والخير إلى آخر ما ذكر من يعني قال وكيف كنا ينظفنا البيت من السقيفة إلى القبو كما لم ينظفنه أبدا في أي وقت هذا قبل حلول رمضان وأكثر ما كان يطربني في شهر رمضان هو صوت المسحر ذلك الرجل الذي كنا لا نراه إلا حين يهل رمضان فيخرج وبعد منتصف الليل يجوب الحارات لعل هذا كان يعني قبل يخرج الساعات وغيرها أو قاتل كان يخرج المسحرات يسمونه المسحر ويخرج ويضرب على يعني تناكن أو يضرب على حتى ينبه أهل الحي ليقوموا للسحور لأنه أمامهم يوم طويل من الصوم فهذا كان عرف معروف في كثير منه حتى مع وجود الأشياء المتطورة يعني كان هو مثل العرف الذي استمر لنثل قبل بزوغ الفجر فإذا سمعنا مدفع الإمساك ويرافق صوت المؤذن كان ذلك إذانا ببدء الصوم فنمسك عن طعام والشراب حتى غروب الشمس قالت له مستغربة وكيف ذلك ألا تجوعون وتعطشون قال طبعا نجوع ونعطشوا والماء القراح يجري أمامنا والطعام النفيس في متناولنا أو في متناول أيدينا ولكن معاذ الله أن نقدم على شيء من هذا وقد نوينا الصيام والغاية من الصوم هي تقوية الإرادة كما أن المنعمين من الناس حين يصومون يدركون عذاب الجوع فيشعرون مع الجياء وتعجبت أو وتعجب هي أشد العجب وتعجبوا هي أشد العجب بهذه التعاليم الإنسانية ويستأنف حديثه وفيقول لها كان يحلو لأبي أن يجلس على الليوان بعد صلاة العصر وفي حجره أو في حجره المصحف يرتل القرآن حينا ويسبح حينا آخر وهو يتلهى عن صيامه بمرأة زوجه وابناته يتخطران أو يتخطرن أمامه بثيابهن الزاهية يعددن الطعام ويهيئن مائدة الإفطار وكان من تقليد أشرتنا أن تنصب مائدة رمضان في صحن الدار تحت الدالية بين الليوان والبحرة لاحظوا يعني قد تستنتج من هذه بعض العناوين يعني أنت أخذها يا نائم واحد الله لا شك أنه عنوان جميل لهذه القصة لما فيه من إحاء يعني إيماني يعني ولكن هناك لو أخذت بعض الألفاظ التي في داخل هذا ووظفتها في العنوان لكانت أعطت أكثر عمق لو سماه مثلا يعني وأنا أقرأ لكم الآن يعني لو قلت لو سميت القصة هذه بين الليوان والبحرة أو مثلا تقول تحت دالية الدار لكان هناك عنوان فيه غموض شيء من الغموض يستهويك للقراءة ليس إنقاصم من العنوان الذي ذكر ألا أنه فيه جزء إيماني كبير ولكن قد يكون العنوان أكثر يعني نبتعد قليلا عن الغتابة أو عن الشيء المطروق يعني ولو كان لجذب القراءة نكمل فتقول له اللي هي زوجته الأجنبية أو التي من البلد الآخر من الليوان وإن تقع البحرة هذه فيضحك ويقول لها لا عجب أن تستغري بذلك لا قد عتدت أن تري الحدائق تحيط بالدور من خارجها أما في بيوتنا الشامية القديمة فالأمر يختلف تماما الحديقة تتقع في منتصف البيت ونسميها الديار وهي أشبه بالخميلة الوارفة تتوسطها بحرة ذات نافورة وتحيط بها أشجار الليمون والنارنج والكباد أو الكباد وتتسلق جدرانها أغصان الياسمين والزلف وتنصب فيها دوال العنب ومن حولها تقام غرف الدار مثلا يعني يسميه كثير من الناس القديمة بطن الحوي أو بطن الدار وتكون هناك غرف مثلا حتى المدارس القديمة كانت بهذا الشكل كان هناك ساحة في الوسط والفصول تدير بها هذه مثل البيوت الشامية طبعا لمن يعرف البيوت الشامية أو شاهدها في بعض التصاوير كنا نستقبل ضيوفنا في أيام الربيع والصيف وبه تسهر الأسرة وإذا قدر لك أن تزور دمشق يوما ما فسيروقك فيها أكثر وما يروقك تلك الدور القديمة الفريدة من نوعها أتدرينا من كان يوقظنا فيها قبل شروق الشمس بمؤدي صلاة الصبح إنها زقزقة العصافير وأغاريد الشحارير الشحار طبعا أنه نوع من الطيور أيضا تلك الطيور السود ذات المناقير البرتقالية التي يحل لها أن تعشش في الدالية الوارفة التي كنا ننصب تحتها مائدة رمضان فإذا قرب موعد الإفطار كنت أرى إخوتي أو أخواتي رائحات غاديات بين المطبخ والمائدة يحملن أطباق الطعام التي طبختها أمي ويضعنها على المائدة أما صحون الحلوى والفاكهة فيصففنا على حافة البحرة لتبرد فإذا لم يبقى لأذان المغرب إلا دقائق معدودات فإن أبي يقوم فيغسل يديه ثم يأتي إلى المائدة فيترأسها ونجلس من حوله صامتين إذ إننا نترقب صوت مدفع الإفطار وعيوننا تلتهم الطعام وأنوفنا تستنشق رائحته الذكية ولعل هذه الدقائق قصيرة كانت أشد مشقة علينا من اليوم بعسره إنما يقال مقابل الجيش ولا مقابل العيش هذه من الأمثال الدارجة لدينا يعني كان ينظر إلى هذا الطعام فلا يصبر حتى أن الشيء إذا كان أمامك يعني يكون أشد أشد يعني شديدا عليك وعيوننا تلتهم الطعام وأنوفنا تستنشق رائحة الذكية ولعل هذه الدقائق قصيرة كانت أشد مشقة علينا من اليوم بأسره فجأة يدوي مدفع الإفطار يرافقه صوت المؤذن فيبدأ أبي بتلاوة دعاء قصير نصغي إليه بخشوع فإذا انتهى منه يسمي الله ثم يبدأ بالأكل فتتبعه طبعا ذكر لهم طريقة الأكل وغير ذلك فتقول له لن أدعك هذه المرة قبل أخذ منك موعدا قاطعا بأن نزور بلادك وأن يطمئن قلبي حتى تكتب رسالة لأهلك تحدد لهم فيها موعد زيارتنا فقال لها عليك أن تنتظر سنة قادمة أو سنة كاملة قالت لا بأس سأنتظر فيما إذا كنت ستفي بوعدك حين وصلت رسالته هنا المنعطف الأخير في هذه القصة يعني ذكر هذه المسألة أنه أرسل رسالة إلى أهله فكانت يعني شبه مفاجأة وهذه هنا مدار القصة تقريبا إلى أهله فرحوا بقرب عودة ابنهم المهاجر مع زوجته الأمريكية وقرروا أن يهدموا البيت القديم هنا المفاجأة التي حصلت يهدموا البيت القديم ويبنوا مكانه بيتا على الطراز الحديث كي يعجب كنتهم والكنة طبعا هي زوجة الأبن الأجنبية هذه ويكون مفاجأة سارة لابنهم ما هي الأيام القلائل فإذا بالمعاول تهدموا البيت القديم وتأتي على معالم الذكريات الغالية فيه وكانت وراء البحار امرأة ما زالت أو ما تزال تحلم بالبيت الساحر الذي تتوسطه خميلة وارفة فيها بحرة طبعا إذا رأيت لهذه القصة ونقض القصة تجدنا القصة طبعا تتكلم عن ماذا عن الحفاظ على مبادئك الحفاظ على أشيائك عدم التغيير هذه المرأة التي كانت في الغرب مهما بذلت لن تصل إلى ذلك التطور الذي وصلت إليه إنما أرادت أن تأتي إليهم حتى ترى هذا التغير في العالم كثير منها يحن رغم البيوت الفاخرة والله الحمد والمنه وفضل الله سبحانه وتعالى علينا في هذه البلاد يحن إلى الخروج من هذه البيوت الفارهة وقطع الرخام الممتدة والجدران المزاهية بالألوان والإضاءات فيذهب إلى البيوت القديمة فيجد شغفه فيها بل أن كثير من الناس تجدونهم الآن يجعله جزء في المنزل فيجعله بالشكل التراثي القديم حتى يعيش هذه الأجواء أنت هنا لا تتخلى عن ما لديك لا تتخلى عن ما أعطاك الله سبحانه وتعالى فكل هذه تعتبر إرث وتراث وقيمة لك فلا تهدمها عند قراءتنا هذه القصة نجد أنها قل استوفت العناصر الفنية القصة القصيرة حيث تمثلت بها الوحدات الفنية وحدة الزمان تمثلت في الوقت الذي يري فيه البطل ذكرياته العذب عن بلديه وإيامه وقلنا لكم أنه في طريقة أن هناك الأمر أما يكون واقعي وأما يكون الأمر هذا يعني في الخيال هذه طبعا هنا وحدة الزمان تمثلت في الوقت الذي يروي فيه البطل ذكرياته العذبة عن بلديه وإيامه هناك وبالأخص أيام رمضان ووحدة المكان تمثلت في ذلك البيت الذي جعله بحسن تصويره له خياليا مدهشا يموج بالحياة والحب والعواطف هذا المكان واضح المكان هناك والمكان هنا المكان هناك والمكان هنا في البلد التي ذهب إليها أعتقد أنها كانت أمريكا لأنها زوجة أمريكية ويتكلم أيضا عن وحدة المكان في المكان الذي هو يعيش فيه الآن أو يعيش فيه والديه انتقل بهم إلى ذلك المكان هناك وحدة أيضا للمكان أما وحدة الحدث فأننا نجد أننا أمام حدث واحد يهيمن على جميع حداث القصة ويتمثل في الموقف الحواري بين العربي وزوجته الغربية أما وحدة الانطباع فلأن القارئ يعيش مع هذه القصة شعورا واحدا الانتقال من الغرب إلى الشرق أو من الشرق إلى الغرب ومسائل الهجرة وعنصر الشخصيات في القصة تبرز فيه شخصيتان هما البطل وزوجته وهناك شخصيات ثانوية أيضا غير مذكورة له البنات التي كنا يذهبنا إلى إعداد الطعام عدنه وأبيه ولكنه لم يذكرهم بالأسماء فهذه من الشخصيات أيضا الثانوية وحبكة القصة تبدو متماسكة فهي لا تشكو من التطويل وكثرة الاستطرادات والخروج عن المسار الرئيس للحدث القصصي كما أنها تخلو من الإجاز المخل والانقطاع في السرد القصصي بداية القصة كانت مشوقة حيث برز عنصر التشويق من خلال إبراز عنصر التضاد المثير كان هو من صميم الشرق العربي بهرته مدنية بلادها كانت هي من العالم الجديد بلادنا وطحات سحاب كانت ترغب أن تهجر بلادها إلى الشرق في أرض الأنبياء ومهبط الوحيد وسط القصة أيضا نهايتها كانت فيها مفاجأة في نهاية القصة كما بدأت القصة قوية عادت قوية في النهاية حتى تبين لنا تلك الرموز في القصة الرمز في القصة طبعا أحداث القصة تتفق مع مقولة المثال العربي إنما تملك اليد تزهد فيه العين فهو يملك ذلك الشرق الرائع ولكنه تركه ورحل عنه وهي تملك هذا العالم الجديد ولكنها تشعر في العيش به كأنها في سجن وتحن إلى هجر بلادها والرحيل وبذلك تلاشى الحلم الجميل عندما طرقوا أو هدموا ذلك البيت الذي حملها على المجيء إلى الشرق يتجد أن ما جاءت من أجله لم يعد موجودا طبعا هناك أيضا كثير من التدريبات التي في نهاية هذه القصة تأمل بناء الفني للقصة ثم أحدد بدايتها وسط نهايتها ذكر ذلك تحدث عن عنصر المكان في هذه القصة بوصفه بطلا في أي موقف القصة تجد المعاني الآتية ما كل المجتهد بمصيب تذكرون في أي قسم من القصة كان ذلك في نهاية القصة طبعا عندما اجتهد الأهل لهدم البيت حتى يجهز مكان جميل تفرح به كنتهم كما سموها أو اللي هي زوجة ابنهم وهي جاءت أصلا من أجل ذلك البيت القديم لتعيشها تلك الحياة البسيطة التي تمنت أن تعيشها الإنسان ما تملك اليد تزهد فيه العين هذا مثل ما ذكرنا سابقا الإنسان المعاصر يحن إلى الطبيعة والبراءة قد ذكرنا لكم هذه أيضا نحن في البيوت وفي هذه الأماكن نذهب إلى الأماكن القديمة وإلى الأشجار وإلى البيوت الطين أحيانا حتى نعيد الذكريات رغم ما فيها من التعب والمشقة وهذا واضح إذن هناك أيضا بعض الأسئلة كلها إنشائية وكلها طبعا وبعد ذلك يأتي القصص التي أخذناها سابقا النصوص غير المحللة التي تجعلناها ورشة عمل لنا إذا نظرت إلى عناصر القصة هذه قبل أن نختم معكم هذا المنهج تجدونها هنا في تشجير واضح ذكرناه لكم سابقا في هذه الصفحة التي تسبق وهي المحتوى هذا طبعا تلاحظون الشخصيات الحوادث الفكرة الزمان المكان الحبكة كل هذه حبة المشاهدين والطلاب تجدونها وتستطيع أن تضعها مقياس لتحليل النقد بهذا نكون قد أخذنا نموذج سريع ونجعل لك أخي الطالب المجال الأوسع لتحليل هذه القصة كما تحب نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد استفدتم معنا في هذا المنهج وأخذتم كفايتكم ويبقى كما قلنا لكم العب أو المدار التعليمي على الطالب ونسأل الله عز وجل أن نرىكم كتابا للقصص التي تخدم هذا الدين وهذا البلد وتخدم أفكاركم الطيبة نسأل الله عز وجل أن نجتمع معكم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر